أهلاً بكم أعزائي الطلبة والطالبات أهلاً بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات موعدنا النهاردة مع الصف الأول الثانوي والزاوية الموجهة موضوع الزاوية الموجهة؟ نحن خدنا قبل كده الزاوية وعرفنا الزاوية دي اللي خدناها في السنين السابقة عرفنا تعريف الزاوية أنها التحاد شواعين لهم نفس البداية وكنا بنقرأ الزاوية من اليمين أو من الشمال مش فرق معي النهاردة تفرق معايا في كلمة زاوية موجهة تعالوا كده نشوف مع بعض يعني إيه يا مستر زاوية موجهة وتعريف الزاوية أهو تاني مع بعض الزاوية قلنا هي التحاد شواعين لهم نفس نقطة البداية الشعاع ألف بي التحاد الشعاع ألف جيم هيديني زاوية بنسميها زاوية ألف أو زاوية بيه ألف جيم أو زاوية جيم ألف بي تمام يبقى الاسم يا إما ألف أو بيه ألف جيم أو جيم ألف بيه دي زاوية اللي احنا خدناها زمان تعالوا بقى النهاردة نتكلم مع بعض على الزاوية الموجهة قال لي هي زوج مرتب وانت عارف أن الزوج المرتب لبداية ولنهاية ويراء على الترتيب ما ينفعش أختلف يعني لو قلت ألف وبه ما زي به وألف نهائي فقال لي خلاص هي زوج مرتب من شعاعي هما ضلع الزاوية ضلع ابتدائي وضلع نهائي أهو يا سيدي هنا أنا عندي أدي الشعاع آلف بيه والشعاع آلف جيم هكتب مين في الزوج المرتب هكتب آلف بيه ولا هكتب آلف جيم الأول قال لي لا أنا معرفش على حسب ما هو يديني الاتجاه يا ترى عامل اتجاه من آلف بيه لآلف جيم ولا من آلف جيم لآلف بيه تعال نشوف مع بعض كده أهول الاتجاه آه كده أنا عارف أنت عملت لي هنا أنك بادئ من آلف بيه ورايح لحية آلف جيم يبقى آلف بيه هنسميه ضلع ابتدائي طب وآلف جيم هيبقى اسمه ضلع نهائي طب تعال بقى لو اختلفنا مع بعض بص كده لو أنا عملت لك هنا الضلع الابتدائي هو آلف جيم أهو بدئ من هنا لفوق يبقى لو آلف جيم ضلع ابتدائي وآلف بيه ضلع نهائي يبقى هنا هو آلف جيم ضلع ابتدائي وألف ب ضلع نهاية نسمي الزاوية ازاي قال لي على شكل زوج مرتب هنقول يبقى الزاوية الاولى هيبقى عبارة عن الزوج المرتب اللي اسمه او الشعاع ألف ب Och الشعاع التاني ألف G يبقى اسم الزاوية خلي بالك لازم أبدأ من به اقول زاوية به ألف ج الموجهة عبارة عن الزوج المرتب اللي فيه الشعاع ألف ب دا البداية فاصلة والشعاع ألف ج من النهاية نأتنا نحية الثانية اللي هبدأ من ناحية ألف جيم ي Modern يقول زاوية جيم ألف ب الموجهة عبارة عن الزوج المرتب فيه شعاع ألف ب فاصله الشعاع ألف ب يبقى الشعاع ألف جيم البداية والشعاع ألف ب النهاية هذه هي طريقة تسمية الزاوية الموجهة يبقى هنا يهمني وأنت معي أن الزاوية الموجهة عينك على اتجاه الشعاع ماشي من فين لفين؟ من بداية ومن نهاية نأخذ مثال أهو يا سيدي مثال؟ طبعا ملاحظة أن هنا زاوية بيه ألف جيم الموجهة لا تكافي أو لا تساوي زاوية جيم ألف بيه الموجهة الاتجاه يفرق القيمة واحدة لكن الاتجاه يفرق دي موجب أو دي سالب موجب كذا أو سالب كذا إيه يا مستر؟ هو فيه موجب وفيه سالب؟ آه، هنأخذها كمان شوية مع بعض لكن أركز معي فقط النهاردة في اسم الزاو المثال بيقول إيه؟ في الشكل المقابل آدي الشكل بتاعي آه، بيقول لي هنا اسم الزاوية دي آه، عايز اسم الزاوية أقول له حاضر تعال كده نشوف مع بعض اسم الزاوية نجيبه إزاي هنقول تاني مع بعض أهو يا سيدي اسم الزاوية بيقول لي هنا في الشكل المقابل جايب لي رسمة وعايزني أعرف فين آدي هنا الزاوية دي اسمها إيه يا ترى اسمها السين صاد عين ولا عين صاد سين مين في دول الصح يا مستر؟ قال لي مش عارف ليه؟ انت مقلت ليش فين الاتجاه بتاعك ما انت عامل لي الاتجاه وأنا هقول لك يعني ديني الاتجاه بتاعك وأنا هجاوبك لكن من غير اتجاه مش عارف أجاوبك فقال لي خلاص آه يا سيدي أنا هديك الاتجاه فانت هنا عامل لي إيه؟ قال له التمرين ده آه أنا كده عاملك الاتجاه انت بادئ منين؟ من الشعاع صادع إيه؟ ونازل فين؟ عند الشعاع صاد سين إذن هقول له الزاوية دي اسمها زاوية عين صاد سين الموجهة ده ضلع ابتدائي وده ضلع نهائي كده أنا عرفت فين الابتدائي وفين النهائي عرفتهم بكويس الزاوية اسمها عين صاد سين هل ناخد مع بعض تمرين؟ المقابل طالب مني ثلاث حاجات تقول لي فين الضلع الابتدائي؟ فين الضلع النهائي؟ وفين اسم الزاوية؟ لازم يديني حاجة رابعة أنت عايز ثلاثة فين الرابعة؟ اللي هو الزوج المرتب يبقى مرة يديك زوج مرتب مرة يديك اسم الزاوية مرة يديك الضلع الابتدائي والدلع النهائي على حسب ما يديك في المسألة أنت عمل معا هنا أنت مديني مين؟ اللي يديك الزوج المرتب الشعاع واوسين والشعاع واوساط هقول له خلاص يبقى أنا كده عرفت أن الشعاع واوسين ده ضلع ابتدائي والشعاع واوساط ده ضلع نهائي يبقى الزاوية اسمها سين واوساط هكتب سين واوساط وخلي بالك عن مثلا الحرف المتكرر هو رأس الزاوية في النص والذي بدأ به سين تبدأ الأول سين يبقى سين واوساط ده البداية بتاعتي تمام؟ بعدها على طول تمرين للطالب أنا هسيبه لك ليس أجاوبك عليه دلوقتي وانت هتفكر فيه ونتناقش فيه في الحلقة اللي جاية مع بعض أو نتناقش فيه مع بعض هنعمل كده الوقت مع بعضنا للتناقش مع بعض هنعمل مثلا على الواتس جروب أو أي إمكانية هنزبط بيها هبلغك ساعت في الشكل المقابل بيقول لي هنا الزوج المرتب يعبر عن زاوية هه كاف دال الموجهة مين هو مع نفسك انت بقى واشتغل براحتك إيه اللي بعده؟ بيقول لي هنا تمرين الزوج المرتب المكون من الشعاع واو به والشعاع واو جيم يمثل الزاوية الموجهة زاوية واو به جيم زاوية به واو جيم به جيم واو واو جيم به انت قلت يا مستر الحرف المتقرر واو يتحط في النص بدأ من به بقول له به واو جيم أختار به واو جيم وخلصت السؤال اللي بعده الجزء اللي بعده بقى هيعرفني على حتة مهمة قوي القياس الموجب والقياس السالب للزاوية الموجهة قال لي من أول النهاردة أي زاوية لها قياسين قياس موجب وقياس سالب ايه موضوع القياسين؟ هنشوف مع بعض قال لي بص معي تكون الزاوية الموجهة موجبة إذا كانت مأخوزة في عجس اتجاه حركة عقارب الساعة أنا عارف إن الساعة بتمشي كده بالمنظر ده يبقى عكس عقارب الساعة يمشي كده يبقى لو هي مع عقارب الساعة سالب عكس عقارب الساعة موجب يا مستر يبقى هنا أقول لهو أنا ماشي كده ايه؟ عكس عقارب الساعة يبقى القياس ده قياس موجب يا مستر طب ولو كنت بقى مع عقارب الساعة هيبقى القياس سالب لو ماشي زي الساعة بالضبط هيبقى القياس سالب او عتنسى لحدة يوم هذا قياس موجب وده القياس السالب تطير stomach مع بعض الملاحظة التي جاي ياة هو ياسيدي في الشكل المقابل هيوريني انا هقول موجب ولا هقول سالب تPI ازاوية اللي عندك ده قياسها موجب ولا سالب ماستر انت كده ماشي ايه ماشي عكس عقارب الساعة يبقى ده قياس موجب لكن الناحية التانية أنت ماشي مع عقارب الساعة يبقى ده قياس سالب يبدأ بقى يلعب معايا بالأمثلة في الجزئية دي يجيب لي هنا قيم أو رموز يقول لي الرمزة بالموجب ولا بالسالب القيمة دي موجبة ولا سالبة قص كده معايا تمرين اهو في الشكل المقابل قول لي دي 30 موجب ولا 30 سالب ما الاتنين تلاتين بس مين موجب مين سالب حسب الاتجاه يا مصدر أنت مع عقارب الساعة هقول سالب 30 ضد عقارب الساعة هقول يبقى موجب 30 أنت في أول واحدة أنا كده عكس عقارب الساعة يبقى ده موجب 30 لكن هنا مع عقارب الساعة هقوله سالب 30 تعالوا كده مع بعض ننتقل إلى ملاحظة قال لي ملاحظة خلي بالك احنا خدنا قبل كده أن مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة بيساوي 360 درجة صح يبقى أي زاوية والزاوية المنعاكسة ليها الاتنين مع بعض 360 بس النهاردة في الزاوية الموجهة ده موجب وفي سالب فلو جمعت موجب وسالب مش هتطلع لي 360 فقال لي لا هنقول القيمة المطلقة للموجب زائد القيمة المطلقة للسالب 360 إذا من هنا أي قياس موجب عشان نجيب القياس السالب ليه اللي هو عكسه الناحية الثانية لو هو موجب يبقى عكسه لازم يكون سالب يبقى هنطرح ناقص 360 وأي قياس سالب عشان نجيب القياس الموجب يبقى هنزود 360 يعني بص كده أهي سيدي لو عندي قياس موجب وعايز أجيب قياس سالب هنقص 360 يبقى لإيجاد القياس الموجب لأي زاوية موجهة هزود 360 ولإيجاد القياس السالب للزاوية الموجهة هنقص 360 اوعى تنسى طب مستر دينا تمرين نفهم بيه حاضر ناخد تمرين بص بيقول لي هناين لو عندك سيتا هو أصغر قياس موجب سيتا دي موجبة وعايز القياس السالب بتاعها أخذ السيتا وقال ناقص 360 يبقى الإجابة رقم جيمة على طول وخلصة سيتا ناقص 360 من غير ما فكر في حاجة تانية هي معروفة القياس وجنبه ناقص 360 مش العكس ماينفعش أقول 360 ناقص سيتا سمعك غلط لازم الزاوية وجنبها ناقص أو زاق 360 اوعى تنسى الحتة لي تمام تسؤال ليك انت طالب أهو بيقول لي اوجد القياس الموجب للزاوية سابعين درجة سالب سبعين درجة واربعين دي عايز القياس الموجب انت فهمت خد الزاوية وحط جنبها اللي انت عارف تمام ونفس الكلام لو كان قال لك موجب سبعين درجة واربعين دي عايز قياس سالب خد الموجب وحط جنبه اللي انت ايه عارفه وخلصت تمرين هنا اهو بيقول لي اوجد القياس المشارئة لي للزاوية الموجهة انا مديك زاوية مسميها سيتا صح درجة وانا عايز اللي بره تبقى اللي بره ايه يا ترى اقول سيتا ناقص 360 ولا زائد 360 قال لي حسب الاشارة هي انت اللي بره ديمالها قال لي ماشي مع عقارب الساعة يبقى انت عايز قياس سالب يبقى اللي جوه ده موجب على طول طالما اللي بره سالب يبقى اللي جوه موجب اخذ الموجب وقال ناقص 360 دلع ابتدائي دلع انهائي انا ماشي مع عقارب الساعة انا عايز قياس سالب أهو عايز قياس سالب يبقى اللي جوه ده ايه قال لي سالب يبقى ناخد اللي جوه ده اللي هو نقول سالب سيتا. ونقول زائد 360. انت ماشي عكس عقارب الساعة. ده ضلع ابتدائي هو اللي شاور اللي عليه. وده الضلع النهائي. انا ماشي كده هو عكس عقارب الساعة. يبقى انا عايز قياس موجة. يبقى اللي جوه وانت مغمض اللي جوه سالب. اذا دي مسيتا. دي سالب سيتا. فاقول سالب سيتا زائد 360. انا اخلي بقى المثال اللي جاي بالارقام ده لي كنتا. ده مسال بتاعك انتا للطالب. ركز فيه. تمرين. بيقول لي اوجد القياس المشارق ليه للزاوية الموجهة مديني هنا ستين وهنا ستين. شوف انت بقى ده سالب ولا موجب وعيش حياتك معاه. اشتغل انت معاه. هسبهولك ويتناقش فيه بعد كده في الحلقة اللي جاية. رحالك Ihreắ� اشتغل ان تظهر. انت معاه جميع أيضة الاستناح operations